هل من فرص هذه المرة لعمليات السلام؟ بالفعل سيد هذا اللقاء كان قد بدأ قبل حوالي ساعة من الآن تقريبا في مستهل هذا الاجتماع تطرق رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو إلى المساعي التي تبذلها الولايات المتحدة وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل تفعيل حركة عجلات السلام وقال أيضا أن هناك قضايا أمنية أخرى ستطرح خلال اللقاء مع المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة جيراد كوشنر وجيسون جرينبات ونائبة مستشار الأمن القومي دينا باول طبعا هذا الاجتماع من الوافد الأمريكي يأتي بعد جولة شرق أوسطية فيها تم التباحث مع دول إقليمية مصر والأردن ودول خليجية أيضا إسرائيل من ناحيتها تؤكد بأنها ستواصل المباحثات مع الطرف الأمريكي في هذا السياق ولكن هناك حالة من انعدام الثقة دعنا نقول ربما في الطرف الإسرائيلي وكذلك الأمر في الطرف الفلسطيني من هذه المحاولات والمساعي الأمريكية كنا قد استمعنا من الطرف الفلسطيني بأن هناك مطالبات بأن يقوم الجانب الأمريكي بالإفصاح عن الخطة التي يريد من خلالها تقديم المساعدات من أجل حث الطرفين لإنهاء الصراع بينهما ولكن لم يكن من هذا القبيل أي شيء في الجانب الإسرائيلي أيضا هناك محاولات من مكتب رئيس الحكومة بن يمين نيتنياهو من أجل تكثيف الاستيطان خاصة فيما يتعلق في مستوطنة عميحاي الجديدة التي كان قد أعلن مؤخرا بأن مكتب رئيس الحكومة كان قد أوعز بتكثيف الميزانيات ومضاعفة الميزانية من أجل بناء هذه المستوطنة بالإضافة إلى تكثيف الاستيطان في القدس الشرقية ومناطق أخرى وهذا الأمر يعتبره الفلسطينيون بأنه بمثابة عقبات بوجه السلام من ناحية أخرى هناك محاولات خاصة في المجالات الاقتصادية في المرة السابقة كان جيسون جرينبلت قد أعلن مع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني عن شق قناة البحرين بين البحر الأحمر والبحر الميت من أجل ربما بناء قنوات أخرى بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني لبناء الثقة بينهما